موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح اليوم رح أتكلم عن موضوع كتير كتير مهم بعنوان أنا أومن ويمكن عم نسمع كتير على التواصل الاجتماعي هجوم كاسح على هوية وشخصية يسوع المسيح بالتحديد وبهذه الحلقة حتى ولو شيء بسيط عاوز أعرف المشاهدين أننا كهيئة نور لجميع الأمم من خلال البرامج المتعددة والبرامج المتنوعة مثل البث المباشر ليكون نور عن طبيعة وهوية إيماننا المسيحي وهذا مهم جدا لأن اليوم بطل في مرجعية أو مصداقية أو حتى محاسبة كل واحد يعمل محاسنة في عينيه بيكتب أي موضوع عاوزه على التواصل الاجتماعي لكن الشيء الجميل من خلال البرودكاست من خلال التيفي أو القنوات الفضائية في محاسبة لأن أي كلمة بتطلع المفروض تكون عليها محاسبة فأنا اليوم عاوز أوضح الفكرة عن إيماننا المسيحي ولربما مشاهدينا سواء مسيحيين أو مسلمين أو دروز أو أي خلفيات أخرى اللي بشاهدونا بصلي من كل قلبي أن هذه الحلقة تكون سبب بركة لحياتك وتكون بمثابة أو إلقاء الضوء ولو شيء بسيط على هذا الموضوع تكون أيضا استفادة روحية لحياتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان هذه الحلقة بث مباشر طبعا على القناة الفضائية قناة الحياة بعنوان ليكن نور اليوم الحديث كتير كتير مهم لأنه فيه هجوم شرس على الكنيسة وعلى المسيحيين في هذه الأيام طبعا بالنسبة للمسيحية عبر العصور ما كانت تهمها الاضطهادات أو الهجومات الشرسة من كل نحية بالعكس ازدادت قوة وازدادت صلابة وتحدت الاضطهادات وكانت تغير المجتمعات بأكملها لكن عندما تصل الكنيسة إلى حالة التهادن وحالة المسايرة والمساومة على حساب الحق الكتابي هنا يكمل الخطر واليوم طبعا بحسب المحللين وكل الإحصائيات الموجودة في العالم أكثر شعب في العالم مضطهض هي الكنيسة المسيحية فهي مضطهضة من الداخل ومضطهضة من الخارج هي مضطهضة فكريا والضغوطات عليها من كل ناحية سواء سياسية أو اجتماعية أو دخول روح العالم إلى الكنيسة أو سواء اضطهاد جسدي اللي هو عبارة عن القتل والتهديد والوعيد وأن المسيح لا يصل إلى المراكز اللي عاوز يصلها ومنه في كثير بلدان لا توجد حرية الرأي أو التعبير وحرية اختيار الدين حتى لو إنسان يعني كثير من مشاهدين بالألاف أو مئات الألاف اللي اعتنقوا المسيحية بس بالحقيقة لا يستطيعون أن يذهبوا إلى وزارة الداخلية يغيروا أسماءهم أو يغيروا يعني ديانتهم فهذا طبعا بعرضهم للإضطهاد والقتل أيضا فإذا هذا اندل على شيء بدل أن المسيحية هي ديانة متطهدة ولأنها ديانة متطهدة هي ليس شيء غريب لأن المسيح قال قال أبغضوني بلا سبب وإن كان اضطهدوني المسيح بيتكلم سيتطهدونكم أنتم أيضا والمسيح لم يعد طريق مفروش بالورود حبائي يعني الأخبار كلها مزعجة سواء في الغرب أو سواء في الشرق بتعرفوا الشيء الجميل أنه خلال كل هذه النظرة نظرة السواد كثير من الناس عم تيجي ليسوع المسيح وعم بتشوف أنه الحق هو في يسوع المسيح خلينا أبتدي اليوم مثلا في نيجيريا آلاف آلاف من الناس اللي عم تقتل من بوكو حرام وجماعته المتطرفة الإسلامية عم بيقتلوا عم بيخطفوا البنات بيخطفوا الأولاد وللأسف إلى اليوم تباع كعبيد وأيضا القتل وهدم الكنايس والأغرب من هذا أنه هذا الشيء يعني أخبار حتى في الأخبار لا بالشرق إنسى الشرق الأوسط بيتكلموا عنها يمكن أحيانا بعض الناس اللي عندهم مبادئ بيتكلموا عنها لكن حتما في الغرب مش عم بيتكلموا عنها يمكن قناة أو اتنين تذكر الحدث شيء بسيط لكن كل المحطات الإخبارية كأنه متطفقة على اضطهاد المسيحيين وكأن هذه الأخبار لا توجد إلها أهمية وإنه دم المسيحيين التي تراق في هذه الأيام ملهاش قيمة فإذن مش عم حتى بيذكروها في الأخبار وطبعا الحدث الأخير اسمعنا في تركيا وتركيا إلها سجل طبعا حافل بالماضي من اضطهاد المسيحيين طبعا أعلنت الحكومة أردغان المتعصب المتشدد الإسلامي أعلن أنه تحويل كنيسة آيا صوفيا أنه تتحول إلى مسجد طبعا هذه الكنيسة تعتبر تحفى أثرية وتحفى هندسية إلى يومنا هذا من القرن السادس لأن هذه الكنيسة بنيت بالزب خمسمية وسبعة وثلاثين ميلادي في عصر الأمبراطور جوستنيان الأول وهذه الكنيسة بنيت على تلي وتطل على البسفور وأيضا لها موقع استراتيجي هام جدا وهذه الكنيسة على مدار أكثر من ألف سنة كانوا بيعبدوا الرب كانت تقام الصلوات والابتهالات والخدمات والعبادة والمعموديات وكل هذه الأمور في هذه الكنيسة فهي فعلا تحفى في الهندسة والفسيفسة الموجودة فيها لكن طبعا في سنة ألف واربعمية وثلاثة وخمسين دخلها المحتلون اللي هو السلطان طبعا محمد السلطان وحاصر هذه المدينة وبعد اتنين وخمسين يوم من الحصار طبعا انهارت ودخلت الجيوش الإسلامية وبسبب حقده الشديد أعطى الصلاحية للجنود لمدة ثلاثة أيام أنه ينهبوا ما ينهبوا على فكرة باسم الدين لكن الشيء الأغرب آلاف آلاف التي قطعت رؤوسها والعديد من الكهنة والأساقف قتلت والأمهات والبنات أتكلم على بنات أطفال اغتصبنا عدة مرات من المحتلين وبعدين بيهنوا بعض في المغتصبات وبعدين بيعطوهم بيوزعوهم هدايا والأطفال أخدوهم من أهليهم ربطوهم وقيدوهم بالحديد وباعوهم كعبيد كله باسم الدين لو قلنا مش باسم الدين لماذا لا تقوم الثورة تثور كل الدنيا ولسيما في الدول العربية وشمال أفريقيا ضد تركيا مش بس من ناحية سياسية أنه تعبر وتقول هذا خطأ ديني أنتوا بتستغلوا الدين طبعا في 1900 بعتقد إذا ذكرت منيحها في الـ 34 لما ابتدى العصر الحديث العصر التركي من أيام أتى ترك أصبحت سيكلر أصبحت بلد علماني وكل واحد عنده الحرية حرية تعبير عن رأيه وبقي هذا الحال لما أجى أردغان للحكم وحاول يغير وهذا آخر شيء تحولت إلى متحف وكل العالم بزور المتحف وعندما شالوا الإقصارة عن الحطان وجدوا طبعا تحف من الفن المعماري من الفسيفساء مثلا تحفت القديسة المطوبة مريم العذراء على الحائط وصورة اليسوع وصور أخرى خلي بالك أن هذه الكنيسة نهبت كل الدهب اللي كان موجود فيها هدايا من الناس كلها نهبت الأيقونات الغالية الثمن كلها نهبت وهذا كان حال الكنيسة في اسم الدين بس الأغرب من هذا حتى في الغرب يمكن كنيسة أو سوري يمكن محطة أو اتنين ذكروا الأخبار بشكل عام أنه رح تتحول إلى مسجد مع أنه التاريخ بيعطي الملكية أنه هذه كانت كنيسة وكنيسة عريقة كنيسة مهمة جدا طبعا يمكن بهدم أبنية تحول إلى مساجد هذا لا يعتبر أنه نهاية المسيحية فالمسيحية ليس بهدم الكنيس كأنه لما يشتروا كنيسة أو يهدم كنيسة كأنه انتصار المسيحية أعظم من هيك وانا اعتقد أنه إذا المسيحية رجعت وتابت للرب وصلت بتوب حقيقي وأعلنت صوتها لأنه العالم كله ساكت تسمع أصوات من هولويد سواء بالأفلام أو حتى حكام ووزراء بيتكلموا عن المسيح والمسيحية بكل سخرية كأنه لا يجد أي راضع للأسف الشديد فهذا الاضطهاد اعتادت عليه المسيحية سواء في الغرب أو سواء في الشرق لكن المسيحية ليست وحيدة فرب المسيحية هو الرب يسوع المسيح له كل المجد وطبعا الرب يسوع مثل ما قلنا في الماضي وعد أن يبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأنا عاوز أقول كلما ارتفعت يعني الكبرياء والاضطهاد ضد المسيح لأنه بيتطهد الكنيسة بيتطهد يسوع المسيح كلما علت وارتفعت سيكون السقوط أعظم أليس عجبا أحبائي يعني الغرب كله وقف مع الإسلام والدول اللي عم تقتل المسيحية بأفريقيا وفي أماكن عديدة مش لأي سبب آخر لأنه بتحب الرب يسوع المسيح وأنه تضطهد المسيحيين بشتى الوسائل في المدارس في الجامعات في المجامع في أي مكان وجدوا مش لأي سبب آخر كراهيتهم ليسوع المسيح لأننا نشدد على هوية الرب يسوع المسيح وبعد قليل هذا ما أتحدث عنه لماذا أؤمن بيسوع المسيح لكن كما قال يسوع لشاول الترصوص لماذا تضطهدني صعب عليك أن ترفس مناخس وعاوز أقول أحباء الآية الموجودة في سفر الجامعة إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق في البلاد فلا ترتع لأنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما ألا يخطر على بالك فرضا في سبيل على سبيل المثال فرضا أن الغرب يعني اكتشف هذه العوبة والإضطهادات ولو عاوز يعني يتكلم باللغة التي تتكلم فيها ألا يستطيع أن يبيد العالم في خلال ساعات قليلة طب لماذا الغرب انسى الغرب اتعاطف مع الإسلام وباع نفسه لكن ماذا عن الشرق ماذا عن روسيا روسيا طبعا الكنيسة الأرتدوكسية لو صمم بوتين أن هذا ضد روسيا شو ممكن يعمل أو شو ممكن تعمل روسيا في العالم الشرق أوسط مش بإمكانها تبيد الشرق الأوسط كمان أيضا في ساعات فلا تعتمد على القوة ولا تعتمد على على السلاح ولا على الغنى ولا الجبروت كله هذا بزول لكن اللي عاوز أقوله بالنسبة للمسيحية أن حربنا مش مع بشر لأن احنا منحب الناس أهلينا هم في الشرق الأوسط وشعبنا احنا شعب واحد بس لما فيه ظلم ولما فيه عدم العدالة طيب اش معنى الغرب عم بحارب الصين وشو التعبير أن الصين عم تضطهد الإسلام في داخل الصين تصور فاتخايل لو عاوزين يقولوا لأي بلد أنتوا عم تضطهدوا المسيحيين لكن فيه شيء في المسيحية طالما المسيح مكروه يكره فإذا كنيسته أيضا مكروه هذا اندل على شيء بدل أنه لازم إحنا خلاص تنتفض مش انتفاضة سياسية لا تصلي وتصوم وتطلب الرب لأنه لما بيجي الرب يسوع نحن عارفين الكلمة الأخيرة لإله وعارفين أنه النصرة النهائية هي للرب يسوع المسيح وهذا إيماننا مش رح يتزعزع ابقوا معي سأعود لأستكمل حديثي بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان فإذا أنا اتكلمت عن يعني هدم الكنائس أو اضطهاد الكنائس أو قتل المسيحيين وعبر التاريخ يعني أنا ذكرت في تركيا لا ننسى القرن الماضي مذبحة الأرمن والسريان راح فيها أكتر من مليون ونص وبرضو كان في سكوت من العالم الهدف طبعا أنا مش هدف سياسي ولا ديني في هذه الحلقة الهدف تبعي أنه عاوز أنه الكنيسة أو المسيحيين يؤمنوا ويفتخروا بيسوع المسيح قال الرسول بولوس وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم وقال أيضا في روميا 1-16 لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن وقال أيضا من افتخر فليفتخر بالرب إحنا المشاهدين اللي بشاهدونا خدمة نور لجميع الأمم هي أطول خدمة في العالم العربي أنا من سنة 82 بعمل برامج مسحية بالتلفزيون بتكلم عن أول برنامج تلفزيوني في العالم العربي وأول برنامج طبعا في 84 ابتدينا في بث البرامج تحت طبعا المنظم والهيئة نور لجميع الأمم يعني بكلمات أخرى اللي كان عمره 20 سنة اليوم عمره 57 سنة يعني في خدمة نور لجميع الأمم إلنا 37 سنة من بث برامج كل أنواع البرامج والمشاهدين أنتوا بتلاحظوا خلال كل هذه السنين محدنا عن الأساسيات الإيمانية وكل تركيز وأنا عايش لشيء واحد أنه أخذ شوية نفوس معي للسماء لعند الرب لذلك ليل نهار نخدم وخلال هذه 37 سنة شفنا مئات الألاف إذا مش ملايين الأبدية بتشهد ملايين من الناس اللي تغيرت واللي تبنت على الكتاب على كلمة الله والناس اللي ما كانت تعرف معلومات كتابية من خلال المشاهدات العديدة ومن خلال الضيوف الكرام خدام رجال الله على مر السنين وكل الخدام اللي بتشاهدون اليوم ومعظم القنوات ومعظم الخدمات أنا بقولها بتواضع هي مرأة من تحت خدمة نور لجميع الأمم فأنا أقول هذا مش للإفتخار لكن للشكر والامتنان للرب اللي وقف معانا خلال كل هذه السنين فأصبحنا شهادة حية ولسيما من ناحية الإيمان القويم الصحيح من خلال نور لجميع الأمم ونعاوز أشدد على هذا الموضوع مرة تانية أنا أؤمن أنا أؤمن أولا أن الكتاب المقدس هو كلمة الله كلمة الله التي لا تتغير ولن تتبدل كلمة الله ثابتة إلى الأبد الرسل والأنبياء شهدوا لهذه الكلمة وأكتبس آية أو آيتين فقط ليسوع المسيح وشهادة يسوع المسيح الكامل هي أعظم بما لا يقاس أعظم من أي شهادة اسمع ما قال الرب يسوع في إنجيل متى الإصحاح الخامس من آية 17 لا تظنوا أني جئت لأنقض النموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من النموس حتى يكون الكل فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السموات وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السموات أنا أؤمن أنه كلمة الله بعهديه من أول آية من سفر التكوين إلى آخر آية في سفر الرؤية هي كلمة الله مش بتحتوي على جزء من كلمة الله من أحداث هي كلمة الله كاملا والرب يسوع أكد أكد أن السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول ولا حرف ولا نقطة اللغة العبرية شبيهة للغة العربية في اللغة العربية عندما مثلا تستذكر الأحرف الأبجدية أليف بات ث إلى آخر في عنا كمان التشكيل الفتحة الضم الكسرة الهمزة الشدة إلى آخر حتى تعطينا تعبير الكلام وإذا يكون الكلام بدون تشكيل أو بدون كده صعب جدا فالكلمات متشابهة وممكن تترجم أو تعرف بشكل يختلف لكن لاحظ يسوع المسيح قال حرف واحد طبعا اللغة العربية فيها إذا ذاكرت بتساعدني 28 حرف لأن اللغة العربية صعبة جدا بترفع الضغط لكن اللغة العبرية فيها 22 حرف هذا ما تعلمنا في المدرسة آلف بيت قيمل دالت هيد فاف زين تحيط الآخر برضو مع الأحرف العبرية فيه كمان تشكيل وهي التشكيل عبارة عن نقطة من فوق أو نقطة من تحيط أو نقطتين أو تلاتة سيقل أو نقطتين سكون أو الآخر بتعبر عن طريقة الكلام فهذا كان متوارد ومتعارف عليه في أيام المسيح فإذا كانت موجودة الترجمات منها السبعينية وأيضا الترجم المسوراتية وتعرف لما قال حرف واحد نقطة واحدة خلي بالك نقطة واحدة وفي سفر رؤية آخر إصحاح بقول يعني اللي بزيد على كلام الرب بزيد عليه الضربات واللي بيحذف حرف بيحذف الرب نصيبه من سفر الحياة وهي درس لكل الناس اللي بتحاول أتكلم على مسحيين اللي بيحاولوا تحوير الكلام تزوير الكلام أو المسايرة في الكلام بما معناه أنا بدي أعمل الكلام حتى الشخص الآخر يقبلها يستسيغها من إمتى إحنا نتكلم كلام حتى يستساغ إذا الرب يسوع مثلا اتصلب على الصليب من أين لنا أن نقول يعني نحط تعابير اتسهل الكلام لأنه حتى لا نعثر الآخرين ألم يقل الرسول بولوس بكل وضوح إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة ألم يقل عن الصليب عثرة لليهود ليه ملعون كل من علق على خشبة جهالة لليونانيين كيف أن الله يتخذ جسد الآلهة لا تتعامل مع البشر وكيف يموت على الصليب طبعا المسيح كإنسان نحن نؤمن كمسيحيين فإذا هل هل بقلل من قوة الكلام أعطيك مثل يدعى اسمه يسوع مش عيسى تقول لي اللفظ صعب مش صعب يا حبيبي إذا الكلمة العربية يسوع هي الكلمة العبرية يشوع نفس الكلمة الأرمية وهي اللغاتنا العربية وهي اللغات الأصلية اللغات السمية ما كلها طلعت من نفس الجذور فهل يستصعب الإنسان أن يقول يسوع مشان هيك اللي برده عنه على الصفحة وربنا يباركهم رجال الله برده بكل بساطة لما شخص بقول عيسى بقول هذا عيسى بتاعك لأنه نحن لا نؤمن بعيسى نحن نؤمن بيسوع المسيح فهذا على سبيل مثال فممكن تكون ترجمات اللي عم بتقلل من أهمية المعنى وإذا قلنا أنه المسيح ابن الله فمنحاول نحور الكلمة عشان لا نعثر الشخص الآخر منذ متى صرنا نساير الناس ونتنازل عن أساسياتنا الإيمانية حتى نكون مقبولين ومن امتى من امتى أنه حياتنا المسيحية طب ما حتى في هالأيام قلنا للغرب ولا الشرق بحب المسيح لأنه بحبش الكنيسة ولا المسيحية فمن امتى إذا الناس أنا أبدأ أساير العالم عشان يحبوني ويلون فيكم إن قال فيكم الناس كلام حسن يعني مجرد أنت عاوز ترضل كله عاوز تمسك العصائي من النص وعاوز تكون تساير وتعيش الحياة الإزدواجية وديننا ودينكم واحد وكان الله في السر عليم وخلاص محنا يعني كلياتنا لا أحبائي هذه ليست المسيحية أنا أؤمن إنه كلمة الله كما شهد يسوع المسيح بفمه الطاهر المبارك حرف واحد حرف مرات فعلا ما منفهم كل الكلام بس في الروح القدس منصلي منتعلم قارنين الروحيات بالروحيات بس ما نصبح سلطان سلطة إنه نفسر على كيفنا وليلنا نعمل حتى نساير اللي أنت بتساير اليوم مش رح يشبع رح تتنازل أكتر لدرجة إنه في يوم للأيام رح تترك دينك فإذا في أي ترجمات أنا بقول لك للكتاب المقدس أو إنجيل آخر كما قال بولوس إن واحد أجاكه بإنجيل آخر غير الإنجيل اللي بشرت فيه فليكن مرفوض فليكن محروم فليكن ملعون أيضا فإذن نحن لا نساير في كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد كلمة الله الحية الفعالة أمضى من كل سيف ذي حدين ألم يقل الكتاب كلمتي التي تخرج من فمي من فم الله لا ترجع إلي فارغة كلمة الله غيرت شعوب غيرت حضرات بنت أسس مبادئ بنت حضرات قوانين تشريع كل العالم اليوم ماشي عليه بسبب كلمة الله أروح أتنازل عن كلمة الله لأنه أخدت لي دكتورا والأتنين فكرت حالي أنه أفاهم في كل شي ربنا يرحم ثم شيء آخر أحبائي أنا أؤمن بيسوع المسيح أنا أؤمن أن يسوع المسيح كما قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة فإذا إذا أردت أن تعرف الحق فمصدر الحق هو يسوع إن أردت أن تهتدي إلى الطريق فلابد أن تصطدم بيسوع فليسوع فيسوع هو الطريق وإن أردت أن تختبر الحياة يسوع هو الحياة فيه كانت الحياة يسوع مصدر الحياة تدفق الحياة بل هو حياة الحياة ذاتها يعني لا توجد حياة بدون يسوع المسيح فأنا أؤمن بيسوع المسيح وأنا عاوز أستكمل حديثة بس لأنه في بعض الناس بتحاول تتصل خليني أخذ مكالمة أو اتنين ورح أستكمل حديثة أهلا وسهلا أخ عادل أنت معانا على الهوى تفضل يا أخ عادل أخ عادل أنت معانا على الهوى تفضل أخ عادل أنت معانا على الهوى تفضل أوكي خلينا أخذ مكالمة تانية أبو مهند أهلا وسهلا فيك تفضل أنت معانا على الهوى مساء الخير مساء الخيرات أبو مهند أجمل تحية وأجمل محبة وأجمل تقدير لأخي العزيز نظار شهيد شكرا أبو مهند تفضل حبيبي أقول لك كل من يؤمن هو كفار لخطايانا وليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا نعم كلمتي تقول لو سجل لو سجل الله اسم كل الوقت مات عنه المسيح فإذا تكفل بأكملها بقراءة تلك الأسماء حتى ولو وجدت وجدت اسمه قد تتساعد إن كانت إن كان بالحقيقة هذا هو اسمه لأنه إذا أردنا بمخطط خلاص الله حين نجد أنفسنا مشمولين لأن الربال لأنه هذا أحب الله العالم حتى بذل إفنه الوحي لكي لا يهرب كل من يعمل به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هبنا في هذه أكلمة كل من يؤمن نعم كل من يؤمن شعريا بعمل المسيح في كفار على الطريق لأنه الحياة الأبدية بغض النظر عنه لأن الإيمان بالمسيح يتوى نوال الخلاص والحصول عليه آمين أبو مهند شكرا جزيلا ربنا يباركك على المداخل أبو مهند شكرا جزيلا أحبائي أنا أؤمن بيسوع المسيح أنا أؤمن بالميلاد العذراوي أنه ولد من عذراء واليوم الناس بتحاول تتفلسف تجيب ولادات ثانية اللي هي دمي قادز من الخرافات أو من الأساطير اليونانية الميثولوجي ومن الأساطير المصرية وهكذا بحاولوا يجيبوا التشابهات من غئ وعم يعني عم بدربوا حالهم بسيف عم بحطوا عقلهم في تلاجة كأنه يعني بدك تقرأ اقرأ كل شيء بيكتبوا عن هذه الولادات شوف الخرافات شوف الخزعبلات فأنا مش عاوز أرد على خزعبلات بس الميلاد العذراوي مشهود له بكلمة الله وهذا الميلاد نحن نؤمن أن المسيح ولد في ملء الزمان ولد في بيت لحم لتتميم النبوة ولد من عذرا لتتميم النبوة ولد جاء من السماء لكي يكون الفادي والمخلص يجي كإنسان إنسان كامل بلا خطية حتى تكون لكفارته يعني عمل عظيم لكل البشرية وفي نفس الوقت يستطيع أن يرضي الله فالميلاد العذراوي أحبائي ضرورة حتمية للفداء إنها معجزة نعم فهل ننكر المعجزات أنا أؤمن بالميلاد العذراوي وشيء تاني بتميز فيه المسيح إنه حياته خالية من كل خطية كل الأنبياء كل الحكماء كل العظماء أخطأوا وإلى يومنا هذا الكتاب المقدس يقول ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد كل الناس يعني طلبت الغفران المبدأ مما تقدم ومما تأخر كل الناس استذنبت كل الناس حتى مش متأكدة على وين رايحة إذا على السماء ولا إجهنم فإذن يسوع المسيح هو الوحيد بلا خطية مكتوب عنه القدوس مكتوب عنه الذي لم يعرف خطية لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية تحدى وقال من منكم يبكتني على خطية إنه نور لا يدن منه إنه نور الحياة نور العالم نور للأمم فالنور يبدد الظلام فالظلمة لا تستطيع أن تقترب من النور فإذن فالمسيح كامل بلا خطية شيء ثالث قل لي أي نبي في هذا الوجود في نبوات قيلت عنه بصراحة يعني ليش نعمل كلام منضوع أيام وأيام الدافع عن نبي كأنه حطك حامي وحارس طب مش فيه شيء اسمه عاقل ومنطق مش فيه شيء اسمك أنت بتبحث بتصلي بتقوله يا رب اعلن لي الحق ولا الإله اللي بتصلي له مية لا أنا أؤمن إنه الله إله حي بتصلي له بيسمع وبيعلن لألك وهذا كتير من الناس اللي شافت الحق تخيل تلاتمئة نبوة تلاتمئة نبوة تمت في يسوع المسيح أي شخصية أخرى في هذا الوجود تتمنى بأول اتنين في شخص واحد جيب لي شخصية شيء رابع إنه المسيح أحبائي هو الوحيد أنا أؤمن بيسوع الذي يمتلك الطبيعتان الإلهية فهو إله كامل وإنسان كامل ولما بتقرأ في الأنجيل يعني مش راح تشوف هذا الشيء اختلاف أو مناقد راح تشوف يسوع الإله وراح تشوف يسوع الإنسان الكامل وهذا موضوع طويل محتاجين بعدين يسوع المسيح تجسد من القديسة العذراء ولد ليموت يعني المسيح جاء ومات على الصليب فأنا أؤمن بموت المسيح على الصليب وأؤمن أيضا بالمصداقية لكل تصريحات المسيح اللي قالها من خلال قوة القيام من الأموات أنه حي وأنه قام ما زال يتواصل ويتفاعل مع الإنسان لأنه حي فأنا أؤمن بيسوع المسيح خلينا أجرب أخد المكالمة مرة تانية من الأخ عادل أخ عادل أهلا وسهلا أنت معانا على الهوى أخ عادل طيب أخ عادل إذا أنت موجود معنا على الواتس أب من فضلك تكلم أوكي خسرنا المكالمة مرة تانية فإذا أحبائي أنا أؤمن لأنه اليوم كل الهجوم على هوية وشخصية يسوع المسيح فإذا ما خلتك تفكر أنه إيش معنى إيش معنى يسوع ليه طب مثلا طب ما فيه أنبياء كتيري مظبوط إيش معنى ما بيتكلموا على موسى ولا بوذا إيش معنى ما بيتكلموا على داود إيش معنى ما بيتكلموا على محمد ولا بيتكلموا على أي شخص إيش معنى هل بتخليك تفكر ودايما ممكن أقول شيء في هذا الصدد أحبائي اليوم أنا لما أتكلم مع ناس من الشرق الأوسط دايما يقولون ديانتنا امتدت إلى كل العالم وأخذنا الشرق وأخذنا آسيا وأخذنا الغرب أكيد ويمكن تخذه أكتر تخذه أكتر فلأنه الكتاب المقدس تنبأ في آخر الأيام قبل مجيء المسيح رح يكون فيه ارتداد ارتداد كبير بس كنيسة المسيح الحقيقية سوف تبقى إلى الأبد وأنا أؤمن أنه الكنيسة بحال ما تصحى هي بديش أقول عملاق نائم تسمعوها كتير هاي لأنه بحب العظم والقوة أنا في الشرق الأوسط لكن إذا صحيت الكنيسة العالم كله صار مسيحي وأنا بقول يا رب توحد الكنيسة يا رب تصحى الكنيسة وتستيقظ وتتكلم لا بالسيف ولا بالعنف مش لما دخل السلطان في القر يعني إلى تركيا إلى إسطنبول اليوم القسطنطنية دبح وقطع رؤوس وقتل ونهب واغتصب بنات صبايا وباع الأطفال عبيد طب أنا يعلم طب مش فيه تاريخ مش فيه شخص بتتبعه طب ومين تلاميذ الشخص كيف حياتهم شهدتهم أخلاقياتهم سلوكهم طيب إذا ضل وأنا عم بشهد أنا عم بروح بدي أنشر دياني طب ابعت الشيوخ ابعت الأئمة تتكلم عن الرسالة يعني بالسيرة الحسنة مثل ما بقولوها شمعنى السيف شمعنى الاضطهاد شمعنى الإرغام شمعنى القير شمعنى الإزلال شمعنى إذا واحد صار تغير دينه وإذا رجع بدي يرجع لديانت الأولى يقتل حد الردة عارف ألا تثير هذه التساؤلات وأنا صدقوني بحكيها بمحبة بس اليوم إحنا في عصر التعبير مش بهين أنا الشخص لكن عم بقول طيب أنا عم بقدم لك الموجود التفوق السمو المسيح في ولادته في حياته في طبيعته في معجزاته في تعليمه في أخلاقياته في موته في قيامته في النحي من خلال كنيسته بيعمل أمور عظيمة التعليم غيرت البشرية غيرت الحضارة غيرت القوانين كمان مش بدك تتبع هذا الشخص بعدين بقولك إحنا الكترة هو الكترة تقاس على الأرض خليني أسألك هو الكترة تقاس على الأرض ولا في الأبدية سيبك من الأرض يمكن يكون مؤمنين قلائل آه يمكن يكون مليارات من المسيحيين الإسميين بس هذا لا يعني أنه مسيحيين للأسف ممكن يكون مليارات ويرحوا على جهنم فالأمر لا يقاس بالعددية اللي على الأرض الأمر يقاس بالأبدية أين ستقضي الأبدية هل الحياء الأبدية مع يسوع في السماء أم الأبدية في وقائد نار وأبدية مظلمة في الجحيم اللي ممكن تكون مليارات من الناس اللي عد كانت تعداده على الأرض صفت فإذن أين ستقضي الأبدية هون السؤال أين العددية ستكون هل صوت الأغلبية يعني هو صوت الحق طب ما نعرف بالكتاب كثير أغلبية لكن الرب أدانهم وقضى عليهم مؤدبهم في العهد القديم بسبب عدم الطاعة وسماع صوت الرب أحبائي رح أجرب للمرة الثالثة أخذ المكالمة من الأخ عادل أخ عادل أهلا وسهلا أنت معانا على الهوى أهلا وسهلا فيكم أهلا يا أخ عادل تفضل أخيرا تصنى بالأخ نزار حبيبي أهلا وسهلا فيك يا أخ عادل أنت من لهشتك مبين أنت مغرب أهلا وسهلا أخيرا تصنى بالقس المبارك حبيبي ربني باركك شكرا حببنا إلى الله حببنا للكلمة وحببنا لكل شيء أسأل الله يبارك في عمر ديارك يبارك في حبيبي ربني باركك ربني باركك شكرا كل شيء شكرا يا أخ عادل تفضل كلمتي فقط كمسلم سابق كلمتي فقط أن المسيح له المجد أنه يحبنا آمين معنا أننا عندما ننظر إلى الخلاص يجب أن ننظر إلى الخطيئة الخطيئة كانت تقيلة جدا حتى قال آدم يا رب استحييت منك لما رأيتني صح أنت لم تسامع صوت الرب لماذا أنت لم تسامع صوت الرب الذي يحبك لماذا لكن الخطيئة كانت تقيلة لكن الرب يحبنا لا بد أن ننظر إلى الخلاص دائما أنا أنظر إلى المسيح له المجد عندما يرفع عن الصليب ولا يتكلم بكلمة ولا رفع يده ربما الدنيا كلها يعني يفعل فيها ما يشاء لا يتكلم بكلمة واحدة لأنه يعرف حجم الخطيئة ويعرف بحجم الخلاص فهو جاء للخلاص فقط هذا كل مسيحية تتطور فقط على المحبة على المحبة أحب أعداءكم قبل أن تحبوا أنفسكم وهذا صعب جدا نعم نعم فلذلك يعني أقول يعني لابد أن يحب كل الناس يحب المسيح حتى حتى الذين يخالفون المسيح نعم لابد أن يحبوا المسيح لأن المسيح يحب الكل المسيح لا الخلاص تعرف الخلاص إيش هو فضل الخلاص هو الإيمان هو الحياة الأبدية هو الراحة التي نبحث عنها كلها أمين هذا هو الخلاص أخ عادل ممكن أوجه لك سؤال فقط أخ نذار قبل السؤال فقط أخ نذار أنا شرف لي كبير جدا أن أستصل بهذا الرجل ربي يباركك المبارك المؤمن لأعتبر أنه خدوم للرب بحق كما كان بولس خدوم للرب بحق نعم توضل شكرا كتير على تشجيعك يا أخ عادل ربنا يباركك أنا بس حبيت أقول لك كمان أنه إحنا منصلي من أجل المغرب ومنصلي كمان من أجل الجزائر لكم عزة خاصة ومحبة شديدة في قلبي شكرا لك بس أنا عاوز طالما أنت تكلمت عن المسيح وواضح أنك أنت اختبرت المسيح ممكن ولو بدقيقة أو اتنين أخ عادل تشاركنا كيف اختبرت المسيح وليه هاي المحبة في داخلك ليسوع المسيح والله سيد النظار ما سمعت كثير من كلمات لعرف الاتصالات وكل شيء أنا أصلا عندي عملي وهو في الاتصالات وهذه الأشياء لكن أطلب منك دعوات دعوات في كل الناس على الأقل خلي خمس دقائق من برنامجك ادعو لها بين قلبك لكل الناس لكل المغمومين لكل الذين يريدون الراحة للمسيح أو المجل هذا هو اللقاء أطلب منك حبيبي شكرا يعني شكرا جزيلا أخي عادل بورك بورك يا حبيبي وربنا يباركك وانت في محبتي وصلوات وفكرة أيضا وسلامنا للأخوة والأخوات اللي عندكم وانصح كل المشاهدين أن يسمعوا لهذا الرجل لأنه سادق الرب يباركك مهما اختلفتهم هذا الرجل أنا أعتبر سادق يتكلم بالكلمة من قلبه الرب يباركك شكرا جزيلا أخوي عادل ربنا يباركك ربنا يباركك شكرا جزيلا يعني التشجيع بصراحة لا أستحقه لكن بشكر رب من أجل عادل ومشكر رب من أجل المؤمنين في شمال أفريقيا ابتدأوا يشوفوا اضطهاد جديد في تلك البلاد مثل ما طلب أخوي عادل خلينا نرفعهم بالصلاة خلينا نذكرهم بمحبتنا ونشجعهم بشكل متواصل رح أخد مكالمة الأخت فريال من المملكة المتحدة أهلا وسهلا أختي فريال تفضلي أخي زار سلام نعمة المسيح معاك أولا أنا أشكر الرب على غيرتك المقدسة على إيمانك بالرب يسوع المسيح على الاجتنارة الروحية اللي روح القدس الساكن فيك يعطي لك إياها فأنا أصلي من أجلك أنه الرب يتمجز في خدمتك دائما وأبدا أخي زار الرب يسوع المسيح اتحدى أي نبي يهير الإنسان من إرهابي إلى إنسان وديع ويصبح قديس الرب يسوع المسيح حول شاؤل الطرطوسي اللي كان إرهابي حوله إلى قديس إلى الرسول فولس الرب يسوع المسيح معطي الحياة ومعطي الحياة الأبدية وإحنا نتبع إلى حي إلى حي وليس إله ميت وأنا وأيدك أخي زار وعلينا أن لا نجامل على حساب الحق أن إحنا لا نؤمن بعيسى لأن ما نعرف عيسى هو منه ولا نؤمن بالإنجيل الشريف لأن الكتاب والكتاب المقدس الشريف هي صفة لشخص وليس لكتاب ولا نؤمن بالدين المسيحي نحن موجين إحنا نتبع طريق نتبع شخص اسم الرب يسوع المسيح هو قال أنا هو الطريق والحق والحياة ولا إحنا إلهنا وإلههم واحد لا إلهنا ليس مثل إلههم إلهنا هو القدوس الطار البار أما الإله الآخر يدعو إلى القتل وإلى الفسق وإلى كل الخطايا فالرب يرحمه ويعرفون الرب يسوع المسيح الحق والحق يحر الرب شكرا أخي جار والرب يباركك شكرا ربنا يباركك ربنا يحميك يا أخت فريال شكرا كتير لألك اليوم طبعا في حركة تسمى حركة مسكنية وبورك كل هاي المحاولات حلوة وجميلة بس أي حركة مسكنية إذا ما كانتش مأسسة على كلمة الله وعلى يسوع المسيح فإذا ما فيك يعني تتنازل عن الأساسيات الإيمانية الكتابية ليسوع المسيح وفي حركة أخرى اللي هي حركة عالمية اللي هي زي توحيد العالم تحت ديانة وحدة وتحت راية وحدة وطبعا كتير ناس بتسأل يعني أنتوا جماعة متعصبين المؤمنين يعني الحق هل هو بس يعني لألكو ما نسمي الحق المطلق ما كل يعني كل ديانة عندها حق وكل ديانة عندها طريق أنه تصل لأله أنا عاوز أقول أنه الله غير متناقد والله لا يناقد نفسه في كلمة الله الله مش بيبعد كتاب بعدين بيبعد كتاب تاني اللي ينقض كتابه الأول وهكذا يعني هذا موضوع طويل فالله غير متناقد والله ما بيغير فكره ما عنا فكرة الناسخ والمنسوخ ما في عنا أنه الله بيغير فكره أن الله حازم حاسم كل كلمة تكون يعني واضحة مثل وضوح الشمس فإذن أنا أؤمن أن الطريق الوحيد لالله هو يسوع المسيح أنا أؤمن أن طريق الخلاص الوحيد هو من خلال يسوع المسيح المكتوب عنه وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص مكتوب أيضا لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح وأنا أؤمن أحبائي أن هذا الخلاص هو من خلال عمل المسيح الكفاري بموته على الصليب وقيامته من الأموات حتى نحصل على التبرير والحياة الأبدية وأنا أؤمن أنه من خلال الاعتراف والتوبة المقرونة بالإيمان التوب وتآمن بيسوع المسيح تدرك أنك أنت إنسان خاطئ تحتاج إلى النعمة وتغتسل بدم المسيح هذا هو الطريق للخلاص فالمسيحية لا يوجد فيها مجال أنك تتشارك مع أديان تانية أو طرق تانية أو أسليب تانية هو مخلص واحد طريق واحد هي ديانة واحدة إما أنت مع المسيح أو خارج المسيح إما أنت بتروح للسماء أو جهنم ما فيش طريق تالت ما فيش أي تنازل أو أي لكن برضو أنا أؤمن أنه لازم يكون في حوار ولازم يكون في محادثة مبنية على المحبة ومبنية على التفاهم والإحترام أنك تتكلم عندك وتكلم ما عندي وأقول ليه أنا أؤمن بهذا الشيء وتجيب المراجع تجيب الكتاب المقدس وإنت ما تفرض علي تنكر شيء اللي هو مثلا مش مكتوب في الكتاب أو مش مكتوب في التفاسير بتحاول تفسره بطريقتك الخاصة لا لما نتكلم لازم يكون مبني على أساسيات ولما أنت بتتكلم وتتكلم من كتابك وتتكلم من تاريخك تعطيني الأدلة والأمثلة لكن مش تقول مثلا فلان خير الله أو إلى آخره بدون الشواهد بدون الإثباتات بدون الأدلة بدون البراهين أنا ممكن أقول لك أن المسيح فريد متميز لعدة أمور هو الوحيد اللي ولد من عذراء ولادة عذروية هو الوحيد اللي عاش بلا خطية هو الوحيد اللي تمت فيه مئات النبوات هو الوحيد اللي حمل طبيعتين الإلهية والإنسانية هو الوحيد اللي قام من بين الأموال وهو يعني أي معاملات المسيح لا تقارن تعليم المسيح لا تقارن معجزات المسيح لا تقارن حياة المسيح الأخلاقية لا تقارن فأنا أتكلم عن شيء كلمني تعمل ليش أنت شخصية مجهولة تعملها كأنه شخصية المسيح بدون الأدلة الكتاب والتاريخ وشو ناس بتقول لكن أنا أقول لك المسيح كشخص حتى اليوم الملحدين أوكي ملحدين يمكن بأمنوش في الله بس لما بيتكلموا عن يسوع بيتكلموا عنه باحترام لأنه بيتكلموا عنه شخصية فريدة فذة شخصية لا مثيلة لها بيتكلموا عنه عندهم قناعة أنه هذه شخصية عظيمة فإذن يسوع بيتميز بالمحبة وأي نبي قدم محبة بصراحة رسالة المسيح وتلاميذ المسيح نشروا الرسالة ما كانش عندهم طموح يعني مادة ما كانش عندهم شيء مثل ما سمعنا اللي صار في تركيا السبي والغزو والقتل وقطع الرؤوس واغتصاب الفتيات وبيع الأولاد ما فيش كل تاريخ الكنيسة مع أنه في تاريخ ملطخ يعني هذا التاريخ وإحنا منحكيه بصراحة في بعض الحقب كانت الكنيسة في مرحلة سودة بس هذا مش الكتاب المقدس ولا هوية يسوع ولا شخصية يسوع ولا حتى الرسل ولا الآباء الأولون كله واضح من تاريخ الكنيسة أنا آسف الوقت يعني أزف موضوع طويل لكن عاوز أقول فيش أنك تساير يسوع نبي عظيم ورجل عظيم وحكيم وفيلسوف ونبي لا لا يا بتآمن أنه يسوع المسيح هو ابن الله مرة تانية ابن الله مش بالتناسل جسدي لا يوجد مسيح في العالم يؤمن بالتناسل جسدي هالتعبير روحي تؤمن أنه هو المخلص وأنك إنت محتاج للخلاص بعدين أين مصيرك أين أبديتك المسيح قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا المسيح وعد بالحياة الأبدية ووعد أنه يعطيها للناس اللي بتحط ثقتها في الله من خلال ما عمله الرب يسوع المسيح تعب حالك شوي ابحث ادرس صلي قل لي يا رب اعلله وانا اليوم بتحداك أنك ترفع التلفون أو رسالة وتقول لي إذا فيه في شخصية المسيح شيء بيحرج أو بيخجل أو بتنكس الراس لهذا السبب أنا أؤمن بيسوع المسيح المخلص الوحيد يسوع هو الرب وفي يوم من الأيام مكتوب ستشتو له كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب فأنا بصلي اليوم يكون ربك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر